مدارس الطالب الذكية القرآن حياتنا نحو جيلٍ إسلاميٍ أمثل بسم الله والصلاة على رسول الله أما بعد طلاب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً بكم في درسٍ جديد من دروس اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي درسنا اليوم بعنوان الصفة الصفة درسٌ جميلٌ وممتعٌ ولكنه جديدٌ عليكم لذلك يجب أن تنتبهوا جيداً حتى نفهم هذا الدرس ما معنى الصفة؟ الصفة في اللغة العربية هي إما أن نقول عنها نعت أو وصف لإسم قبلها لشيءٍ ما لشخصٍ ما دعونا نتأمل هذه الأمثلة ونقرأها جيداً ومن ثم نأتي إلى الاستنتاج المثال الأول قرأت قصةً ممتعةً انظروا أنا لو وقفت عند كلمة قصة قرأت قصة ألم يتم المعنى؟ بل تم المعنى ولكن لماذا أتيت بكلمة ممتعة؟ كلمة ممتعة هذه وصفت لي كلمة قصة فهذه الكلمة نسميها القصة نسميها موصوف وممتعة نسميها الصفة إذن قصة نسميها موصوف وممتعة نسميها صفة لماذا سميناها صفة؟ لأنها وصفت لي كلمة قصة بأنها ممتعة وشيقة وجميلة لذلك سميت صفة ولماذا سمينا القصة بالموصوف؟ لأنها هي الكلمة التي وصفناها أيضاً مثال آخر وصل العامل المخلص إلى الشركة لو قلت أنا وصل العامل إلى الشركة دون كلمة المخلص ألم يتم المعنى؟ بل تم المعنى ولكن لماذا أتيت بكلمة المخلص؟ حتى أبين أن صفة العامل الذي وصل إلى الشركة أنه مخلص لذلك هنا نسمي أيضاً المخلص صفة ونسمي العامل هي الموصوف أيضاً مثال آخر لكي تتضح المسألة ذهبت إلى متحف جميل ما صفة المتحف الذي ذهبت إليه؟ أنه جميل لذلك نقول كلمة جميل هي صفة والكلمة التي وصفناها هي المتحف تسمى الموصوف أيضاً مثال آخر الطلاب المجتهدون يحبهم المعلم لو قلت أنا الطلاب يحبهم المعلم كان المعنى تاماً ولكن إذا أردت أن أبين صفة الطلاب الذين يحبهم المعلم أقول الطلاب المجتهدون الطلاب المؤدبون لذلك كلمة المجتهدون هذه وصفت لي الطلاب الذين يحبهم المعلم لأنهم مجتهدون لذلك كلمة المجتهدون هي صفة الطلاب والطلاب تسمى الموصوف ولكن اسمها فقط الموصوف أما إعرابها فيكون حسب مقيامنا الجملة سنأتي على ذكر ذلك لاحقاً ماذا نستنتج من ذلك؟ أستنتج من ذلك تعريف الصفة ما تعريف الصفة؟ الصفة هي اسم يصف اسماً قبلها يسمى الموصوف وهي من التوابع أي تتبع الاسم الذي قبلها وتتطابق معه في عدة حالات الآن سنأتي على ذكر تلك الحالات التي يجب أن تتطابق فيها الصفة مع الموصوف لنرى تعالوا معنا لنقرأ بعض الأمثلة أيضاً الجديدة عندما أقول انظروا هنا في الأمثلة الأولى جاء الولد المهذب جاء ولد مهذب جاء ولده المهذب المثال الأول انظروا إلى الكلمة الملونة باللون الأحمر الولد هل هي معرفة أم نكرة؟ الولد بدأت بأل التعريف إذن هي معرفة انظروا إلى المهذب هل وصفت كلمة المهذب الولد؟ نعم وصفتها إذن هي صفة لذلك المهذب انظروا هل هي معرفة أم نكرة؟ عرفت بأل التعريف إذن هي معرفة لذلك ماذا نقول؟ هنا الموصوف جاء معرفة جاءت الصفة أيضاً معرفة ولا يجوز أن يكون الموصوف معرفة والصفة نكرة لذلك لا يجوز أن أقول جاء الولد مهذب المعنى غير صحيح قواعدياً ولغوياً لأن الولد هنا موصوف وجاء معرفة فيجب أن تتطابق معه الصفة في هذه الحالة وهي التعريف انظروا المثال الثاني جاء ولد مهذب عندما أقول كلمة ولد هي التي وصفتها بماذا وصفتها؟ بمهذب كلمة ولد نكرة أم معرفة؟ انظروا من هذه العلامة علامة التنوين مباشرة تطلق عليها نكرة لأن التنوين فقط للكلمات النكرة أم المعرفة لا تقبل التنوين تقبل حركة واحدة مهذب هل نكرة أم معرفة؟ أيضاً نكرة لأنه منون لذلك ماذا نقول؟ أيضاً إذا جاء الموصوف نكرة يجب أن تكون الصفة نكرة فلا يجوز أن نقول جاء ولد المهذب هذا كالعام خاطئ انظروا إلى هذه وانتبهوا جيداً يا أحبائي جاء ولده المهذب كلمة المهذب هذه صفة جاءت معرفة بأل التعريف هذا كتبتها باللون الأسود حتى تظهر لكم وكلمة ولده معرفة أم نكرة؟ رب سائل يسأل أستاذ أنت قلت لنا يجب أن تكون الصفة نفس الموصوف التنكير أو التعريف هذه الصفة كلمة مهذب معرفة بأل وكلمة ولده نكرة ماذا نقول له؟ هذا كلام غير صحيح لماذا؟ لأن ولده معرفة ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هي هذه الها ولماذا؟ لأنها ضمير وكلمة ولد أضيفت إلى الها فأصبحت ولده وأصبحت معرفة بالإضافة يعني معرفة وهذه معرفة تبعتها أيضاً في التعريف لأن كلمة ولده معرفة بالإضافة وهذه معرفة بأل التعريف وليس بالضرورة أن تكون المعرفة نفس النوع فربما يكون الموصوف معرفة بالإضافة وتكون الصفة معرفة بأل كما هذا المثال إذن أول حال التطابق يجب أن تتطابق الصفة مع الموصوف في التعريف أو التنكير ننتقل إلى الحالة الثانية رأيت عصفوراً جميلاً هنا كلمة عصفوراً انظروا وصفتها بكلمة جميلاً كلمة عصفوراً مذكر أم مؤنث من دون التعريف من دون التأنيل وعصفور مذكر وكلمة جميلاً مذكر أم مؤنث مذكر أيضاً أحسنتم لذلك إذا كان الموصوف مذكر يجب أن تكون الصفة أيضاً مذكر هنا رأيت فراشة جميلة فراشة مؤنث لأنها تنتهي بتاعي التأنيل وجميلة أيضاً يجب أن تكون مؤنثة مثلها وتتطابق مثلها فلا يجوز أن أقول رأيت فراشة جميلاً أحسنتم لأنها غير مطابقة ونأتي إلى حالة ثالثة فنرى بعض الأمثلة نجح الطالب المجتهد انظروا كلمة الطالب وصفتها بكلمة المجتهد الطالب هل هي مفرد أم مؤنث أم جمع الطالب واحد إذا مفرد كيف جاءت الصفة؟ جاءت الصفة أيضاً مفرد المجتهد فلا يجوز أن أقول نجح الطالب المجتهدان أو المجتهدون هذا غير صحيح وغير وارد أيضاً المثال الثاني نجح الطالبان المجتهدان الطالبان إثنان إذن دلت على مثنى كيف جاءت صفتها؟ أيضاً جاءت صفتها مثنى لذلك هنا تطابقت في التثنية والمثال الثالث نجح الطلاب المجتهدين انظروا كلمة الطلاب هل هي جمع؟ أم مفرد؟ أم مثنى؟ الطلاب مجموعة تدل على ثلاثة فأكثر إذن لذلك نقول أنها جمع كيف جاءت صفتها؟ جاءت صفتها أيضاً جمع فلا يجوز أن نقول نجحاً الطلاب المجتهد أو المجتهدان هذا غير صحيح لذلك نقول في هذه الحالة لا يجب أن تتطابق الصفة مع الموصوف في الإفراد أو التثنية أو الجمع حسب ما يأتي الموصوف أما الحالة الأخيرة فعندما أقول المدينة الكبيرة يكثر فيها الازدحام هنا كلمة المدينة هي الموصوف وكلمة الكبيرة هي الصفة انظروا إلى علامة الإعراب المدينة مرفوعة كيف جاءت الصفة؟ أيضاً جاءت مرفوعة لذلك يجب أن تتطابق الصفة مع الموصوف في علامة الإعراب زرت مدينة كبيرة أيضاً هنا مدينة هي الموصوف وكبيرة هي الصفة انظروا إلى علامة الإعراب هنا جاءت منصوبة فلذلك يجب أن تكون الصفة أيضاً منصوبة وإلا كانت غير صحيحة وغير صفة عشت في مدينة كبيرة هناك كلمة مدينة انظروا أنها مجرورة فكيف جاءت الصفة يجب أن تكون أيضا مجرورة مثلها فلا يصح أن أقول عشت في مدينة كبيرة أو كبيرة أحسنتم بارك الله بكم لنرى ماذا نستنتج من ذلك نستنتج من ذلك أن الصفة تتطابق مع الموصوف في أربع حالات هي التعريف أو التنكير التذكير أو التأنيث وفي الإفراد أو التفنية أو الجمع وفي علامة الإعراب وكتبت الأمثلة نفسها تحت كل حالة حتى الطالب يتبين منها ويتأكد بأن القاعدة صحيحة التي قلناها والآن نأتي إلى بعض التدريبات لنعزز درسنا استكشف لدينا فقرة هنا ولدينا صفات ملونة يجب أن نكتبها هنا ونضعها في الجدول كما في المثال الأول وقتا هنا انظروا إلى كلمة وقت كتبوا الصفة هي كلمة مسليا هنا أيضا عندنا السفينة يجب أن نقول على ظهر السفينة الرائعة إذن الرائعة هي صفة السفينة أيضا كلمة المرفأ المرفأ الواسع أين صفة المرفأ؟ أنه واسع إذن صفته الواسع أيضا هنا الحارة القديمة وصف الحارة بأنها قديمة إذن هي الصفة لها أيضا ننتقل إلى تدريب آخر يقول أكمل الفقرة بصفات مناسبة أي صفة تخطر وتكون مناسبة طبعا ومستوفية لحالات التطابق اجتمعنا أنا ورفاقي كي نلعب لعبة فراغ ماذا نقول؟ مسلية ممتعة جميلة أي كلمة صحيحة ولنفرض مسلية أحسنتم انظروا إلى علامة الإعرام وانظروا إلى التأنيث وانظروا إلى الإفراد وإلى التنكير كلها متطابقة أربع حالات تطابق لذلك هي صحيحة وفي أثناء اللعب توقفنا لنشاهد الطائرة فراغ ماذا نقول؟ الجميل الكبير أي صفة تكون صحيحة؟ الطائرة الجميلة أحسنتم التي أخذ يحلق فوقنا ويصدر أنغاما عذبة رائعة أي كلمة تكون صفة مناسبة هي صحيحة وعندما انتبه لنا قفل هاربا إلى موطنه الأصلي إذن قفل بمعنى عادة أو رجع وموطنه الأصلي نفس الحالة التي شرحناها انظر هذه معرفة بأل وهذه معرفة بالإضافة وليست نكرة انتبهوا يا أعزائي إلى تدريب آخر أيضا استخرجوا الصفة والموصوف من الفقرة التالية يعد العسل الأبيض من الأغذية المفيدة للرياضيين لأنها تمد الجسم بالطاقة في مدة قصيرة ولهذا يمكن للمتدرب أن يتناول ملعقة منه قبل التدريب لنرى أين الموصوف وأين الصفة في الجملة الأولى يعد العسل الأبيض الموصوف العسل والصفة الأبيض من الأغذية المفيدة إذن الأغذية ما صفتها أنها مفيدة إذن الموصوف هو الأغذية والصفة هي المفيدة أيضا لدينا في السطر الثاني في مدة قصيرة الموصوف هي المدة وكلمة قصيرة هي الصفة أحسنتم بارك الله بكم لننتقل أيضا إلى تدريب آخر وهو عبارة عن كتابة جملتين الأولى تحوي صفة منصوبة والثانية تحوي صفة مشرورة سؤال سهل وبسيط أي جملة تكون فيها الصفة منصوبة فهي صحيحة مثال حفظت قصيدة جميلة انظروا هذه الصفة كلمة جميلة منصوبة إذن كلامنا صحيح مررت بفلاح نشيط صفة الفلاح نشيط وهنا مجرورة إذن جوابنا صحيح والآن نأتي إلى إعراب بعض الصفات حتى تكون واضحة عندنا لنثري لغتنا بها رأيت طائرا جميلا حفظت الطالبة المجتهدة خمسة أجزاء من القرآن الكريم سكنت في منزل واسع أول كلمة جميلا رأيت طائرا جميلا هي صفة طائر لذلك ما إعرابها صفة وما علامتها النصب لذلك نقول صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها أيضا كلمة المجتهدة صفة من المجتهدة صفة الطالبة أنها مجتهدة لذلك نقول عن إعرابها أنها صفة مرفوعة وعلامة رفعة ضم الظاهرة على آخرها سكنت في منزل واسع صفة المنزل الذي سكنت فيه أنه واسع لذلك ما إعرابها صفة مجرورة وعلامة جرية الكسر الظاهرة على آخرها أحسنتم بارك الله بكم والآن نصل إلى الواجب المنزلي الواجب المنزلي عبارة عن تدريب ويوجد صفات في هذه الآيات والأحاديث يجب أن نضع خطا تحتها وانتبهوا ربما يكون في المثال الواحد أكثر من صفة إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة